المطلوبة مني عشان نشخص الاكتوبك بريجنانسي. اكتوبك بريجنانسي. متفقيني الاكتوبك بريجنانسي هو حمل خارج الرحم. فالاول هشخص ان هو حمل وبعد كده هشخص ان هو خارج الرحم. فاول حاجة في هطلبها هي اختبار حمل. وانا بدور على هرمون الحمل اللي هالبيتا. همش متفقين ان الاوفن بتيجي على مستوى التيوب تبقى مرحلة بلاستوسايت ثم تروفه بلاست وتروفه بلاست دي تطلع صابع في الله تغرز نفسها في التيوب وهي بتغرز نفسها في التيوب تطلع عليه هرمون اسمه اللي هو هرمون اي الحمل. طيب هرمون الهرمون دوت طالع من حمل ضعيف. من حمل موجود في التيوب. فالليفل بتاعه او مستوى هيبقى قليل عن الطبيعي. لغير لما يكون بيبي زرع نفس يبقى مستوى. يبقى انا متوقع ان الاقي لو عملتها لاختبار حمل الاقي بصدف بتي اس جي لان هي حمل ولكن الليفل بتاعه هيبقى قليل. طيب انا ايش تهموني بقى هو هل هو ليفل بتاعه قليل عشان هو اكتبك بريجنانسي اصلا ولا ليفل بتاع قليل عشان لسه في بداية الحمل ولسه هيعلى معي. يبقى دي اول بريجنانس تس بس برضو انا شكة هل هو حمل في بدايته ولسه هيعلى معي ولا ده اصلا اكتبك بريجنانسي وليفل بتاع قليل. عشان كده هلجأ لحاجة تانية انفستيجيش انك تم تجرب انفستيجيش ان تانية وهي الالترا ساوند السنور. هشوف على مستوى اليوترس وهشوف على مستوى تيوب. على مستوى اليوترس المفروض لو هي تيوب الاكتبك بريجنانسي يبقى اليوترس مفيش في اللاي. نو في اللاي. مفيش في اللاي زرع نفسها في الاي في اليوترس. ويالتراين كافتي ايه ام بيتي فاضي. اما على مستوى تيوب او ممكن نلاقي على مستوى تيوب ادينيكسي الماس. متفقين من كلمة ادينيكسي اللي يعني ايه يعني ملحقات. ملحقات اليوترس اللي هي الفاليبيان تيوب والاوفري. ممكن نلاقي فيها ماس. اللي هي الاوفر لما تكبر وتزع نفسها في تيوب طبعا هتعمل الستنشل للايه للتيوب. طب هل انا برضو هاعتمد وقول لي ست انت عندك اكتبك بريجنانسي. ومجرد رؤية الدكتور بس ما ممكن الدكتور يكون غلطا ممكن ما يكونش يشاف كويس. يبقى انا برضو مش اعتمد على الارتراساوند بس. يبقى في الاول بريجنانسي مش هعرف اعتمد عليه قوي. وبالزات ليفل بتاع بيت اس جي. فمش عارف هو في بدايات ولا هو اكتبك بريجنانسي. والارتراساوند انا مش اعتمد ممكن يحصل خطأ طبي بسيط. فعايز اعتمد على الحاجة اكتر. فعمل الانفستيجيشن تلتة. طب في حاجة من في الانفستيجيشن. استعمل ليبقى اتأكد مية في المية ان ده اكتبك بريجنانسي او. في حاجتين. اول حاجة عندي هي حاجة اسمه ديس كريمينيشن زون. ديس كريمينيشن. انا عندي في الحملة الطبيعي لوحدة بريجنانس حمل طبيعي في اليوترس. الحملة في الاول بيبقى برا عن سايك. كيس. جيستشنال سايك. السايك دي معي عشان انا اشوفها بالصنار لازم تعدى عليها خمس اسابيع. عشان اقدر اشوفها بالترانس اب دومين الالتراساوند. بالتراساوند على على الابدومين. طيب. عايز اشوف السايك دي تقابلي كده. يعني ممكن نشوف الجيستشنال سايك في الاسبوع الرابع. ترانس بوراين الالتراساوند. يعني مقالت رساوند على مستوى الفجينا. طيب. هل اقدر اشوفهم بالصنار تحت الاسبوع الرابع? لا. يبقى دلوقتي اول ما الحمل نتكون. حمل نورمال. عشان شوف الساك دي. لان ما اشوفها وهي على مستوى الاسبوع الرابع. فجينا. او الاسبوع الخامس ترانس اب دومينان. ماشي. فانا جيت لي الست. خلا بصي. انا في الاول هعملك جيت لي الست وانا شاكك انها ايه? اكتبك بالرجلانس تي. هطلو منها الاول تعمل لي ايه? هرومون البيتا اتش سي جي. اللي هو هرومون الحمل. بتا اتش سي جي. وتشوف الليفل بتاعه. اللي بقى? لان العلماء اثبتوا ان بيتا اتش سي جي لو اجابت مستوى من 6000 ل6500. ده معناها ان هي في الاسبوع الخامس. فهقدر اشوفها ترانس اب دوميدل. يعني انا كده عملت بالحاكتين. عملت الليفل بتاع البيتا اتش سي جي واستعملت الصمار. عشان اتأكد مليون في المية ان ديت ايه? مكتبك او لا? يبقى انا اول حاجة هتصبها من الست في ديس كرميشن دون ديت ان هي هتعملي الليفل بتاع البيتا اتش سي جي. واشوف. هولا كان من 6000 تلف وخمسمية. ابقى اتأكد ان الست دي في الاسبوع الخامس. وابتدى اشوفه بقى اشوفه هو موجود ولا موجود طيب. برضو لو عملت وتلعي الليفل بتاعه من اول الفين لحد الفين وخمسمية. دي كده ست في الاسبوع الرابع. واقدر اشوف يعني متى امس الى كده. لو ست جت بتاعها ايه? 7000. اعرف ان هي عدت الخمس اسبوع في ما فوق. فساعدت تقول ايه? اه تمام. انت عندك هرمون حملة عالي. هبتدى اتأكد اكتر ايه حملة ده موجود جوه الرحم ولا برا الرحم. باستخدم الصنار. هنا عدت الخمس اسبوع عرفته من الليفل بتاع البيتا اتس جي. فهاقدر اشوفه ابدومينال او ايه? فاجينا. طيب. لو ست جت لي ببيتا اتس جي تلات تلاف. فينا اقول لها ايه? او ده انت تلات تلاف معنا كده ان انت وصلت الاسبوع الرابع. فهاقدر اشوف الحمل بالصنار فاجينا البس. واتأكد برضو هو انترا ولا اكسترا. فهنا دلوقتي معنى الديسكريمنيشن زون دي معناه ايه? هو الليفل بتاع البيتا اتس جي. الليفل اللي عنده بس تعمل صنار. والصنار هنا يفرق لي انترا ولا اكسترا. تاني. يعني ايه تعريف الديسكريمنيشن زون? ليفل مستوى البيتا اتس جي. اللي عنده اقدر استعمل صنار يفرق لي الحمل ده جوه الرحم ولا بره الرحم. تبديكم سالتاني. لو البيتا اتس جي عشر تلاف. يبقى انا هقدر شوف بالصنار ايه وايه? او عشر تلاف. يبقى عدت الخمس اسابيع يبقى هقدر ساعدت هشوف الصنار ابدومينال وي ايه? طيب لو عندي البيتا اتس جي لو لو ستة عملت هرمون الحمل وتلع معيها الف. هقول لها بقى لا استني معي كده اسبوعين تلاتة الغد ما توصل للسبوع الرابع. وهشوف البيتا اتس جي الفين ونص. لا طبعا ده اكتبك بريجنسي ست ممكن تشك مني وتموت مني في اي لحظة. مش هقولها تستنى. طيب. يبقى هنا مش هينفع لو اقل من المستوى. لو اقل من المستوى ديس كريمشن زون اللي هو الفين. هطلب له حاجة ثانية. سمعت دابلنج طايم. دابلنج طايم. لو لقيت بتاع بيتا اتس جي اقل من الليفل بتاع ديس كريمشن زون اللي هو اقل من الفين. هعمل ايه? دابلنج طايم. اول يعني ايه دابلنج طايم? هقول لست عمليلي بيتا اتس جي. فطلع معها الف اللي هو اقل من الايه? اقل من المستوى بتاع ديس كريمشن. هقولها عدهوري تاني بعد تمانية واربعين ساعة بعد يومين. عدهوري تاني بعد يومين. لو هو حمل طبيعي جوه اليوترس بعد يومين هيزيد بنسبة الليفل بتاع البيتا اتس جي هيزيد بنسبة ستة وستين في المية في ما فوق. يعني هو لو الف وحمل هيبقى الف وسبعمية الف وستمية. يزاد معي. ده نورمال بريجنسي. طب لهو اكتبك بريجنسي. هطلب منها البيتا اتس جي الف بعد تمانية واربعين ساعة. هتعيده. الزيادة هنا هتكون اقل من ستة وستين في مية. يعني مسلا هتبقى الف وخمسين. معنا كده ان الزيادة كانت ضعيفة في فهي هنا معناها نية اكتبك ايه بريجنسي. احنا متفق ان اكتبك بريجنس هتطلع حرمون حملي صحيح ولكن بنسبة ضعيفة جدا والزيادة بتاعتها تبقى ضعيفة. يبقى انا قلت ايه? في الاول ممكن استعمل بريجنس تيست وده مش هتأكد منه قوي. لان ممكن اطلع بطهوة في بداية الحملة ولا هو اكتبك فعلا. وطاني حاجة ممكن استعملها وبرضو مش عايز اعتمد على على تشخيص طبي عايز اعتمد على حاجة اضمن مليون في مية اول جزاة ان عندك اكتبك. استعمل ومتفقين يعني هو مستوى اللي عنده هستعمل الصنار الصنار ساعدتي فرقى يعني باستعمل حكتين في هرمون الحملة اشوف مستوى واستعمل الصنار. فعندي له من ستلاف لستلاف خمسمية. يبقى وهي في الاسبوع الخامس واقدر اشوفة اب دومنا اقدر يزيحه الحامل اب دومنا اشبقى هو جول الرحم ولا برا الرحم. طب لو ليبل بتاع lbitda أقل من أقل من الليفل الطبيعي أقل من 2000 أقل من 1000 مثلا هتطللو يعني إيه يعني 500 مثلا هتعدولي تاني بعد يومين لو 500 دول بقوا 1000 زيادة أكتر من 66% يبقى ده نورمال يبقى ده انترويتراي لو كان 500 ده بقيت 600 يعني زيادة أقل من 66% معنى كده إنه ده يكتبك بريجنس في استيكيشن تانية ممكن نطلبها الله أو ممكن عملها كحت أو كوريتاج اللي هو كوريتاج يعني لا باشل لها بطانة الرحم الموجودة في اليوترس باك حب أنزل هل طبعا هنا هتبقى مفيش مفيس طوابع رشقة في بطانة الرحم الموجودة في اليوترس طيب يبقى الكوريتاج مش هلاقي فيه في اللاي ممكن عمل لها لابروسكوب منظور بيبقى أداة كده زي الألم وفيها كاميرا بتدخل عن طريق الأمبليغس وأعمل بقى منظر ده هبتدى أشوف التيوب فيه ماس فيها ولا أشوفه اليوترس والابروسكوب أنا بستعمله كدياجنوستيك تشخيص وكمان هستعمله في التريدين تقلول بعض شوي ممكن أعمل استكشاف لابروتومي أفتح بطناة بقى وابتدى تفرج على اليوترس والفليبيان تيون يبقى الانفستيجيشن لقى ما عمل بريجنس تست أو ألترا ساوند أو ديسكريمنيشن زون أو دابلينج طايم أو حبي التحبش تانية زي أكحة لها أو منظور أو لابروتومي لو هالاستكشاف أول حاجة عشان أثبت أنه أكتبك بريجنس أول حاجة عشان أثبت أنه أحمل أعمله إيه؟ بريجنس تست واتكلم هنا في الكتاب بريجنس تست أحسن أنه أعمله سيروم ليه؟ لأنه ميتفقين أن البيتي إتس جي هرمون الحمل بيبقى الليفل بتاعه قليل في الاكتوب بريجنس فالليفل بتاعه القليل ده هيخليه ظهر في الدم بس مش هيظهر لي في اليورين فأحسن أعمل أشوف البيتي إتس جي في السيروم وابتدى هنا يتكلمني بعدين أنا ممكن أستعمل الالتراساوند الالتراساوند ده هشوف فيها إيه؟ او اليوترس هالإفودي الفري فلوود اللي موجود في الدوكلاس باوتش أصدو بيه البلفيك اللي هو تجمع دمها نستعمل بلفيك فهلاقي في فلوود أصدو بيها الدم يعني موجودة في البلفيك أو في الدوكلاس باوتش طيب ممكن أستعمل لابروس كوب منزور وده دايجنوستيك وسرابيوتك أو لابروتومي استكشيف يبقى أنا كده شخصت اللي إكتبك بريجنانسي ببريجنانس تست ألتراساوند بومنزور واستكشيف أنا عامل عشان هي إن هي أظهر الكوزوس بتعمل الأكيوت أبدونا البين مش الست بتيجي بأكيوت أبدونا البين أنا بقى هشوف عايزة تطمن إن هي مش الأسباب التانية اللي بتعمل الأكيوت أبدونا البين فممكن أعملها تحليل بول عشان أطمن إن هي مش سي بي سي أو بلاك بلاك بكتشر سي بي سي عشان طمن إن هي مش أبين سايت ستهاب في الزايدة آي في بي ده بيبقى إكس ري على مستوى الكيدني عشان أطمن إن هي مش استوى آخر حاجة بترسل إكتبك وهي تريتمينت العلاقة عندي ميديكال تريتمينت وعندي السرجيكال تريتمينت في الأول هبتدي بالميديكال تريتمينت ولكن ميديكال تريتمينت هو الشروط يعني لازم يكون الحملة الموجود في التيوب دوات صغير عشان أبتدي أدله أضوية يعني أقلم تهتصمت ودوله هو صغير هي هرمون الحملة اللي نازج عنه لو بيتا ايتش سي جي لازم يكون الليفل بتاعه صغير لأن لسه الحملة في أوله بيتا ايتش سي جي يكون البابي ما عندوش لسه كارديك بلصيش يعني يكون الأوفم المزروع في التيوب دي ما حصلش فيها لسه كارديك بلصيش يعني أنه بلصيش ما قالوش بلصي لسه وكمان السيطة تكون معايا ستيبل ما يكونش واحدة دخلة في شوكه وهمورج وقالها لا لا استني بقى هبتدي معاك يعيك بالأدوية على المدى وقتا ياخد مفعول يتعود اسبوعين تلاتة السيطة تموت مني فلسم السيطة تكون معايا ستيبل والدواء اللي بيستعمله هو دواء الميزو تركسيد ودواء الميزو تركسيد ده هو دواء كيميوي بيمنع الديفلوب منت وبيمنع الديفجن بداع البيبي وكمان بيموت الفلاي بتاعته اللي بدخل في التيوب هو في الآخر يعني بيموت لي البيبي ده ماشي بديه اي بديه اي ام في العضل او اي في جرعة وتابع مستوى البيتا ايتش سي جي البيتا ايتش سي جي بينزل معي خلاص بانا كده متيكال تريت منت تمام البيتا ايتش سي جي مش بينزل بالبيعلا هبتدي الانقل على الخطوة التانية وهي السورجيكال والسورجيكال هم ثلاث عمليات السورجيكال ثلاث عمليات والعمليات كلها متفقيني انها يكون في التيوب سالبنجوم نسبب الكلمة سالبنجوم ونكتب سالبنجوستومي قوستومي سالبنجوتومي قوتومي سالبنجيكتومي سالبنجيكتومي عشان نفرق بين بس التارت عمليات لان الحروف اوي قريبة من بعض سالبنجو دي تيوب سالبنجو ستمي اللي في الاولى معناها ان انا فتحت فتحت التيوب شلت الحمل دخلت طبعا جروحها فتحت التيوب شلت الحمل وست التيوب تلحم مع نفسها ودي العملية دي بستعملها امتى لما بسيب التيوب هنا الستة صغيرة وعايزة تخلف تانية ما خلفتش اقلعيل او ما خلفتش اخلص ما عايزة حفظ لها على التيوب ما عندهاش بليدينج كثير الصيز بتاع البيبي لسه برضو صغير فبفتح التيوب اشيل البيبي واسبها تلحمل وحدها سالبنجو تومي بفتح التيوب اشيل البيبي وابتدي خيطانة بأيدي ودي ليها عيب ان الخيطة ديت هتضيق لي التيوب يحصل اكتبك بريجنانسي عليها اكتر سالبنجو تومي ببتدي اشيل التيوب سواء حتة منها او كلها سالبنجو تومي بقطع ودي بس تعملها لو واحدة كبيرة في السن خلص خليفت خمسة عيال ومش عايزة تخليف تاني هشيلها لو التيوب متمزقة متهربدة خلص ما لاش لازمها بقى هشيلها لو حصل سفير هاموليج برضو هشيل التيوب ماشي بكده خلصت تريتمينت بميزة ركسيد وليه شروط سورجيكال تريتمينت 3 عمليات بفتح التيوب وبشيلها واسبت تخيط لوحدها سالبنجو تومي بفتح واشيل وخيط انا بأدية سالبنجو تومي بشيل التيوب كلها على بعضها سالبنجيكتومي نشوف بقى الكلام اللي مكتوب في الكتاب اول حاجة بدألي ببرفلاكسز ان انا ببتدي امنع اصلا ريسك فاكتو اللي كابتعملي اكتبك زي مثلا مطربي السجاير لو في الدول الاجنبية امنعه بلاش تستعمل حبوب ما انا حاملها بوبس تستعمل نوع دعيني بلاش اللاولاب الحاجات دي كلها اقلل من السرجيري شوية لستات يبقى انا حاول امنع ريسك فاكتور عشان امنع اصلا ان يحصل اكتبك لو ست دخلت في مراجك شك انا مش هبتدي عالجي الاكتبك واسبها هي في شك تموت لأ هبتدي عالجي شك الاول هديها في لود او بلد افوائها معي وخليها تعيش بعد كده هبتدي عالجي الاكتبك ثلاث خطوة معي عالجي الاكتبك وهو طرقتين لاما ميديكال تريتمنت لاما سرجيكال تريتمنت الميديكال تريتمنت وهو ده واسمه ميزوتروكسيد واتفقين ان هو انتيفوليك اس ده ما ده وكيمياوي بيمنع انقصمات الطفل وكمان بيموت في اللاي اللي بتتغرسلي في التيوب بيموت الطفل الامديكيشن بستعمل ميديكال تريتمنت لما يبقى الصيز بتاعه اقل من ثلاثة من ثلاثة او اقل وما بقاش في ايه بليدين وكمان التيوب معي انتكت ماش بتمزق والتيوب انتكت وسليمة والصيز بتاعك بيه بيصغير وما فيش بليدين استعمل ميديكال تريتمنت كونسورفوتف سرجري دي سرجري ولكن كونسورفوتف يعني انا بحافظ على التيوب كونسورف الام بتاعها كونسورف التيوب ان انا بحافظ على الفنكشن بتاع التيوب اخلي ستي تحمل طبيعي تاني تحمل تاني طبيعي يعني الام بتاعتها ان انا بحافظ على الفنكشن بتاع التيوب اخليها تحمل بصورة طبيعية تاني عادي الانديكيشن بتاعتها استعمل السرجري دي امتى لما ما يكونش فيه سيفير بليدين لما يكون ستي يونج وهذا تخلف تاني اكتر من مرة لما الدمج بيبقى أدرا سامرح ادمج اللي موجود ده أو دمج بسيط قدر صلحه المسد صح لما ننسي تقولكم إن السورجوري العملية الجراحية اللي أنا عامل فيها العمليات ديت بدخل بإيه بدخل بالمنظور لابروسكوب أو لابروتومي اللي أنا بفتح البطن مشوء البطن وبدت يشتغل العملية بفيه طرقتين بدخل فيها السورجوري لابروسكوبي ولابروتومي لابروسكوبي المنظور في هنا بستعمل في الكونسورفاتيز المنظور في أسماء العملية قلناها في الاول ها سالبنجوستومي بفتح التيوب اشيل البيبي واسبتها الحملة وحدا سالبنجوطومي بفتح التيوب اشيل البيبي وخيط بقضايا سالبنجيكتومي ولكن بارشل باشيل حتة من التيوب في حاجة اسمها تيوب الملكينج الجراح يمشي على التيوب كده يقوم معصرها يمطلع البيبي من جواه يعصر ودي يعني عملية مش حلوة قويل انه ممكن يسيب اجزاء منه جوا التيوب العلاج بقى الاكتوبك الراديكال انا خلص ببتدي اشيل بقى بعمل روموفا للتيوب ده بيحصل امتى لو حالة سيفير بليدنج ودماج انا مش قدر اصلاحه خلاص التيوب متنمزقة معايا والبليدنج السيفير والست معايا مش محتاجة تخليف تاني بعمل ايه سالبنجيكتومي باشيلها بس توتل ابسيلاترال طبعا في الناحية المتقصرة اشيلها ممكن ساعات كمان اشيل معاها الاوفري سالبنجو اوفريكتومي اشيل معاها الاوفري